لماذا تبكو على الحسين؟ أليس الحسين ذهب إلى جده وإلى الجنة؟ لا بد أن تفرحوا وتضربوا الطبولة والضحكة والاحتفال هذا كلام مضحك مضحك ليش مضحك؟ جناب الأخ مصطفى واللي هو ما يطرح عن رأيه هو جناب الأخ مصطفى ينقل آراء الموجودة في المجتمع والتواصل الاجتماعي أقول لي يا أخ مصطفى هؤلاء الذين يقولوا هذا الكلام هم يريدوا أن يكون المعصوم غير إنسان يقولوا أيها الناس خلي المعصوم يكون مو إنسان مو بشر شلون سيدة ما قالوا هالشكل؟ قالوا ليش يبكي؟ ليش يحزن؟ الجواب لأنه إنسان يتفاعل عند عاطفة العاطفة الذي يملك العاطفة هو الإنسان السوي الإنسان السوي أما الإنسان العديم العاطفة هذا إنسان في خلل خلل في تركيبته العاطفة جزء الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عقل وغرائز وعاطفة ورحمة ومحبة هذه موجودة عند أئمة لما أنه معصومون وشنو المانع أنه أكون معصوم وإذا مات عزيزي أبكي عليه ولكن ولكن في بكائهم نكتة نعم في بكائهم نكتة نكتة يعني مو ضحكة بالعراق سوى نكتة يعني مارضة ضحكة نكتة يعني نظرية أو لفتة مهمة أحسنتم من أهم اللفتات في بكائهم ثلاث قضايا نعم إجتك في بالي أدبين نعم قضية الأولى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله عندما توفي ولده إبراهيم نعم إبراهيم صغير يعني عمر أقل من البلوغ وتوف الله توفاه نعم فلما عليه حال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجهزه قال يا إبراهيم أن العين لتدمع وأن القلب لا يحزن ولا نقول ما يسخط الرب شوفوا يقول عيون تدمع وقاله ابنهم ينكسر بس ما نحكي ما يخرجنا عن القبول بقضاء الله وقدره الله قضى وقدر أن أنت تموت خلص إنا لله وإنا له راجعون بس لا يعني إنا لله وإنا له راجعون يعني ما عندي عاطفة ما أبشكي أنا مو حجر أنا مو جدار أنا بشر محمد صلى الله عليه وآله يصفه القرآن أنه شنو مثلكم بشر يوحى إليه إنما أنا بشر يوحى إليه بشر فإذن النقطة الأولى والالتفات المهمة في بكائهم أنهم بشر يملكون عاطفة طيب اثنين في بكائهم وفي حزنهم لم يصل حزنهم لم يصل حزنهم إلى حد الجزع الجزع حرام الجزع غلط أن الإنسان يصل إلى حد الجزع في موت ولده أو في موت أمه أو في موته شنو الجزع؟ الجزع يعني فقدان مستوى الصبر والخروج عن حالة حسب تعبير المتعارفة في التعامل مع المصيبة هذا جزع ما مسموح وأئمتنا ما جزعوا بهالطريقة هذه لم يجزعوا حتى أنه نقل عن السيدة الزينب الكبرى لما كانت في واقعة الطفوة تشاهد كل المشهد يعني مع ذلك كان الصبورة وقورة نعم هذه المشهد التي نقلوها بعض الأرباب المقاتل وأرباب المصاب في الواقع هي ليست حقيقية بالمقدار ما هي في واقع الحال تقريبية للمشهد حتى يثيروا الشجون والأحزان ولكن كانت رابطة الجأش وكانت ملتفتة وكانت تصبر الآخرين مع أنها امرأة امرأة مثكولة بأولادها وإخوانها وأولاد إخوانها ومع ذلك كانت فيما وصلت إلى حد الجزع وترمي حجابها مثل ما وحدة ابنها انضرب بالبايسيكل بايسيكل ما طر حسب تعبيره زين وطاح الحجاب وشق الثوبة يا بشنو شنو القصة هذا ما مرفوض هذا هذا مرفوض أي متى ما يسوه نعم هاي النقطة الثانية الثانية نعم النقطة الثالثة في بعض مراحلة أو في بعض حوادثة التاريخ الفجيع الذي مر على أهل البيت في قتلهم ونحرهم وسفك دمائهم هناك نجد للبكاء في بعض مراحله له دور إعلامي مهم نعم واضح شيء دقول يعني لما يأتي الإمام الرضا يقول بلي رحم الله بلي أو أنه اللهم ارحم تلك الصيحة التي كانت لنا أي صيحة وويلاه وحسيناه يا ثار الله والبكاء على الحسين نيش أكو شيء كان يعمل من أجله أهل البيت أن تبقى قضية الحسين خالدة في أذهان نعم قضية الحسين كقضية قضية فكرية وقضية عقائدية وقضية سلوكية اللازم تبقى فيه شنو في وجدان البشر أن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا شوفوا هذه هذه الحرارة شون أنا أوجدها؟ شون أوجدها؟ كزين العابدين صلوات الله خمسة وثلاثين سنة بعد استشهاد والده ما حضر له طعام وما حضر له شراب ماء إلا ومزجه بدموعه ليش؟ حتى يذكر الناس أن الحسين قتل عطشاناً أن الحسين ذبح كما يذبح الشات شوفوا هذه قضية كانت إلها حسب تعبيرنا مدايات مدايات تبليغية دعوية وتوجيهية وهذا اللي صار هذا اللي صار نعم فبكاء أهل البيت أنه يجي واحد للإمام الصادق إمام الصادق قل له تتنشد الشعر قل له إيه يا مولاي اخو انشد لي انشدني على الحسين ذلك هم ينشد الإمام الصادق هم يقعد يبشي ويجي بالعيال النسوان يخلي الستارة يلا ابتشوا أيات الفاطميات ليش؟ حتى يقول إحياء ذكرى الحسين ويبقى هذه القضية هي قضية شنو؟ ضمن البرنامج الإلهي ضمن البرنامج الإلهي نعم فليس البكاء الذي يكون على الحسين حتى أنه مثلاً أم البنين هكذا تتلقى سيدة زينة في المدينة واحدة تبكي الثاني واحدة كذا وأنت شون متغير عليك هذه كلها في الواقع يريد لهذه المشاهد أن تبقى في وجدان البشر في وجدان المؤمنين وتبقى هذه القضية إلى يوم قيام الإمام الحجة الذي هو سيأخذ بثاري سيده ومولاه وجده الإمام الحسين فإذن البكاء ليس لأنهم دنيويين نعم وإنما لأنهم عاطفيون وبشر نعم البكاء ليس على حد الجزع وإنما على حد الاستجابة للعاطف والمحبة والرحمة في القلوب وثالثاً البكاء في بعض المشاهد التاريخية التي جرت عليهم إنما لدوافع دعوية تبليغية لترسيخ مفاهيم في قلوب المؤمنين جميل جداً اللي هي من خلال ما ذكرتم الآن سماحت السيد من خلال بكاء الإمام السجاد وبقية الأئمة يشعرون بأهمية زياد عاشرة نعم زياد عاشرة زياد عاشرة من بداية إلى نهايته فيها ولاء وفيها براء ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيئت لقتالك شوفوا هذه يريد هذه الزيارة وغيرها من الزيارات يريد يبقي شيء اسمه شيء اسمه ولاية وبراء ولاية لآل الله وبراء من أعداء اللهم العناء بني أمية قاطبة ابن مرجانة عمر بن سعد شنو هذه حتى تبقى هذه الحادثة بكل تفاصيلها في الأجيال إلى قيامه سيدنا ومولانا الحجة المنتظرة عجر الله صلى الله عليه وسلم أيضا من يطلبون من عندنا يبحثون عن هذه المسألة قضية ارتباطنا العاطفي بلا إشكا الإحساس بمصائبهم من قال في الحسين شعرا وأبكى أو كذا كان له بيتا في الجنة هذه كلها قلت ضمن التوجيه التوجيه الإلهي لهذه القضية أن تبقى خالدة وقضية الحسين هي الدين دين بكل معنى الكلمة بمفاهيمه بقيمه بأحكامه بسلوكياته ولو الإنسان شوية يتبصر قضايا كربلاء بكل تفاصيله شفاق عن جسد الحسين صلى الله عليه دين جده بكل معنى الكلمة أحسنتم وبارك الله بكم سمحت سيدنا